موسيقى هنتعرف الفيديو ده على سبب تاني من اسباب عطل عدم ظهور بيانات في شاشة سامسونج سينك ماستر 940T وهو 3 ممكن فيه الترانزيستورات اللي موجودة في دايرة الانفيرتر هنا واضح قدامنا اي سي الانفيرتر اللي هو الكبير والاتنين باكجي صغيرين دول بيب وغالبا باكجيات كل باكجي فيها اتنين ترانزيستور واحد انتشانل واحد بيتشانل وممكن يكون الترانزيستورين منفصلين على حسب طبعا تصميم الشاشة هم حاجة انت بتجيب الداتا شهيد الخاصة بالترانزيستور وتشوف فين ترتيب اطرافه فين السورس وفين الدرين بتاع كل ترانزيستور وتتطمن ان ما فيه شورت سيركيت بابين فاحنا دلوقتي هنستخدم جهاز المالتي ميتر على وضع اياس الدايوت علشان نتطمن ان ما فيه شورت سيركيت بابين السورس والدرين هنا واضح ان اول ترانزيستور فيه شورت سيركيت فيفضل طبعا ان انت تفكو والتاني برضو فيه شورت سيركيت في الاول زهر اصفار فيفضل ان انت تفكوهم وتقسهم برا البوردة علشان ما يبقاش فيه ارتباط بابينهم وبين المكونات الالكترونية المحيطة هتستخدم طبعا جهاز الهوت اير لان هنا المكونات دي مكونات مسبتة سطحين بتحط فلاكس طبعا على الاتنين ترانزيستور وتستخدم جهاز الهيزر علشان تشيل الترانزيستورات او تفكها وتحرص هنا ان العمليات التسخين تكون مش بصوات مستمرة وطويلة تحاول ان انت تمرر التيار يعني بطريقة ممواجة علشان البوردة بتاعت الشاشة الالي سيدي حساسة مش زي المزر برضو واللاب توبك تستحمل درجات الحرارة اللي طلع من هيتر للفترة الطويلة وباستخدم طبعا الوقات المعداني او الجفت زي ما بنسميه بتبدأ ترفع الترانزيستور اول ما تحس ان هو الاسدير اللي مسبته في اواعد الاسدير او وسادات الاسدير بدأ ينصهر يبقى احنا اتفقنا ان الترانزيستورات دي غالبا بتبقى ترانزيستورات مصفت ومهم جدا ان انت تجيب الداتاشيت الخاصة بكل ترانزيستور علشان تشوف فين وفيين السورس وما بينهم انت مع الوقت طبعا هتبدأ تعرف انواع ترانزيستورات وموديلاتها وتعرف ان ده مثلا الحزمة دي فيها اتنين ترانزيستور فين الترانزيستور وفين الفين الخاصة بيه وفين الخاصة بيه. وهكذا. فهتلاقي الموضوع مع الوقت اه بالممارسة بدأت تحفظ الموديلات. ومش هتحتاج ترجع للداتا شيت كل شوية. بس احنا في الاول طبعا زي ما بنشوف في في معظم الفيديوهات اللي احنا كنا فيها هنا. اه وفيديوهات الاياس اللي هي في الاول خالص. الخاصة بياس الترانزوستورات. تلاقينا دايما بيجيب الداتا شيت عشان نولي لك الطريقة. وبعد كده انت بتبدأ تتبع اسلوبك الخاص. اه بعد ما تكونت سبترة وعرفت اه الموديلات الشائعة اللي موجودة في كل شاشة. وفين ترتيب اطرافها. طبعا يفضل ان انت متعليش درجات الحرارة بتاعة الهيتر. اه زي ما بتكون عالية في اه اثناء فكك لمكونات من المزر برد واللاب توب. هنا درجة الحرارة يعني منخافضة شوية. مش مشكلة اما العملية طويل. بس اهم حاجة ان البردة ما يحصلش فيها احتراق وما تبقاش بتسخن لفترات طويلة في نفس المكان. هنا اول اه اه اتفكت معانا. هنتطمن على الباكتج التانية بعد ما شننا الباكتج الاولانية. فواضح طبعا ان هنا الباكتج اللي معانا دي ما فيهاش شورت سيركت. بعد ما فكناها وايسناها على البارد. الباكتج التانية لسه فيها شورت سيركت. بعد ما فكنا الباكتج الاولانية. لان احيانا موجود مكون تالف في شورت سيركت بيأثر على المكون اللي جنبه. فطبعا اسلم طريقة للياس على البارد. والاطمئنان هي ان انت تفك المكونات وتقسها برا البارد. هنا المكون طبعا بيبقى فيه اراية الاراية الخاصة بضايد الحماية اللي موجود فيه ترانزيستور المصفت. طبعا ان هو مش تالف لانه ما فيه شورت سيركت اللي احنا فكناها ده. اما التاني لسه بيدي شورت سيركت على البارد فهنفكه برضو. ويفضل ان انت ما تفكش الاتنين ترانزيستور ورا بعض على طول بعد عملية فك الترانزيستور الاول سيب البارد تهدى شوية وتبرد وبعدين بعد كده تبدأ تفك الترانزيستور الثاني يعني شان زي ما قلنا ان البارد الخاصة بالشاشات الالي سيدي حساسة جدا لدرجات الحرارة وممكن البارد تبوز منك. الطبقة اللي هي الاولانية اللي عليها دي تتلف وتبدأ تريها انتفخت. فيعني عملية التسخين يفضل انها تكون اكثر يعني اه تكون انت اكثر حرصا من اه من ما بتكون وانت بتشتغل في المزر بارد. واللابتوب. ودرجة الحرارة زي ما اتفقنا تكون منخفضة وتستخدم فلاكس. تمية فلاكس اه مناسبة. ومرضو بتموج اه يعني تمويجة خفيفة كده بجهاز الهيتر ما تثبتش في مكان واحد لفترات طويلة. دلوقتي احنا فقينا التنزيستور الثاني بالفعل. هتبدأ تطمن عليه وتقيسه برا وتشوف فيه شورت سيركت ولا لا. بين السورس وما بين الديلين. هنا واضح ان هو فيه شورت سيركت. معناها ان التنزيستور الثاني بالفعل تالف. يعني الاولاني كان بيدي شورت سيركت في الخاص بالترانزيستور. آآ بيتباع جديد. معظم الترانزيستورات ديت او اغلبها بيتباع جديد. هنجيبه طبعا ونركبه آآ في نفس المكان آآ الترانزيستور التالف. وطبعا ليه هنا تمان اطراف. وهنا طبعا مكتوب عليه رقم الموديل الخاص به. اربعة خمسة زيرو واثنين سي بيتراعي طبعا اثناء عملية اللحام ترتيب الاطراف. فين اطراف رقم واحد بيبقى فيه علامة دائرية بتشير ليه. على الو فيه برضو علامة على البرضة عشان تركب الترانزيستور مزبوط. طبعا بنضيف كمية مناسبة من الفلاكس اثناء عملية اللحام الترانزيستورات. وبرضو نفس طريقة اللحام زي طريقة الفك اللي احنا استخدمناها. درجة الحارة تكون هادية شوية وتموج اه في المكان بالهيتر. ما تثبتش فترة طويلة علشان البرضة بحصل لهاش مشاكل. وبنأكد تاني الترانزيستورات اللي بتبقى موجودة في دايرة الانفيرتور الترانزيستورات المصفت. غالبا بتبقى فيها اثنين ترانزيستور واحد انتشانل واحد بيتشانل. مهم ان انت تجيب الاتاشيت الخاصة بيهم في بداية شغلك. وتستخدمها مرة و اثنين و ثلاثة لحد ما تبدأ تحفظ اه او بالممارسة هتبدأ تعرف ترتيب الاطراف لكل موديل من الموديلات الشايعة. ولما تيجي تقس هم بتزبط جهاز الملتميتر زي ما اتفقنا على وضع اياس الديود. وبتقيس اه ان كان فيه وجود اه شورت سيركت ما بين الدرين والسورس. سواء الترانزيستور الاول او الترانزيستور الثاني لو هم اثنين موديلين في بكاتج واحدة. بتبقى عرف طبعا ترتيب ترتيب الاطراف. اهم حاجة السورس والدرين. بتشوف فين السورس والدرين بتاع كل ترانزيستور وتقيس ما بينهم وجود اه شورت سيركت ولا لا. هنا طبعا احنا بنختبر الترانزيستور اللي احنا ركبناه. ما فيه شورت سيركت. والترانزيستور التاني. ما فيه شورت سيركت بقى. فكده معناه ان الاتنين سلام وما فيش اي مشاكل. بعد انتهاء عملية تسبيت الاتنين ترانزيستور والحامهم وترك البردة تبرد لفترة كافية من خمس لعشر دقيق بتبدأ دلوقتي تنظف مكان اللي حامل اصدار الفلاكس بوسطة مزيب عضوة زي التنر وفرشة التنظيف المخصصة لكده. وبعدين بتزيل اسار التنظيف بواسطة المنديل وراقي جاف. وبكده نكون انتهينا من اه عملية استبدال الباكتج اللي فيها تنين ترانزيستور اللي كانت تلفة. وكانت بتدي شورت سيركت. هنبدأ دلوقتي عملية تجميع البوردة في مكانها علشان نعمل اختبار ونتطمن ان العطل عدم ظهور البيانات كان بسبب تلف التنظيف اللي احنا غيرناه. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا احنا بنثبت البردة الباور بالمسامير المخصصة لها في الشاسي المعدن اللي بتركب فيه. وبعدين بنركب كابل LVDS اللي بركب فيه الكوننكتور المخصص ليه في المرضى الملحقة بالLCD بنال وبنوصل كابلات التغذية الخاصة بلباط الإضاءة هنبدأ دلوقتي نوصل كابل البيانات وكابل الباور علشان نعمل تست مبداعي على الشاشة قبل ما نركب الكافر الخارجي اللي هو الخلفي وبعدين احنا طبعا كده موصلين الشاشة على الجهاز الخاص بالتست وبالفعل الشاشة ظهر عليها بيانات معناها انها اشتغلت وان العطل فعلا كان فيه ترانزيستور التالف اللي موجود في دايرة الامبرتور وبكده نكون انتهينا من اصلاح العطل اللي كان في الشاشة اشتركوا في القناة